سباح الخير من جديد مشاهدينا إذن درجة حرارة جد مرتفعة تعيشها المناطق الجنوبية درجة حرارة قصوة تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل خلال نهار اليوم إن شاء الله الأحد وفيما يخص المناطق الداخلية تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل مع تقص مستقر فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وحسب نشرية خاصة للدوان الوطني للأرصاد الجوية تؤكد على استمرار موجة الحر بتسجيل درجة حرارة قصوة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل تستمر إن شاء الله إلى غاية يوم الاثنين وهذا على كل من برج باجي مختار تندوف أدرار إنسالح وتميمون وفي نشرية خاصة أخرى للدوان الوطني للأرصاد الجوية تحذر من درجات حرارة جد مرتفعة تستربعين درجات تحت الظل إلى غاية يوم الاثنين وهذا دائما فيما يخص الجلفة لمسيلة وولاية باتنا وفي حسب نشرية خاصة أخرى للدوان الوطني للأرصاد الجوية ودائما فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوة والمسجلة إن شاء الله إذن والتي تستمر إلى غاية يوم الغد الاثنين بتسجيل 49 درجة تتعدى على كل من بسكرة ولا جلال لمغير الوادي تقورت وولاية ورقلان وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية العديد من المناطق الشمالية إن شاء الله خلال الظهر اليوم ستشهد درجات حرارة مرتفعة بحول الله قياسية تبقى تعيش دائما المناطق الشمالية بحول الله درجات حرارة تفوق فيما يخص سواحل الوطنية كالجزاء العاصمة البوليدة أيضا بالنسبة لتيبازة بومرداز تصل خلال الظهيرة اليوم إلى 33 درجة على كل من عنابة بجاية جيج الواسكي كدار حنصله إن شاء الله خلال الظهيرة اليوم الأحد في حدود إن شاء الله إذن ستقارب إن شاء الله في حدود 35 درجة وفيما يخص إن شاء الله كل من وهران مستغانم وعين تيموشاند تقارب في حدود إن شاء الله 35 درجة كذلك يعني تقريبا أغلب السواحل الوطنية خلال ظاهرة اليوم تطارى وحبين 33 إلى 35 درجة تحت الظل مرتفعة بيتيزيوز والبويرة تصل حتى 39 إلى 40 درجة على شلف غنزان سيدي بالعباس تقارب 44 درجة كذلك بلمسيلة وبوسعدة قصنطي نصطيف أم البواقي قال ما تتعرف وسقه راس خلال ظاهرة اليوم الأحد تقارب في حدود 40 حتى 43 درجة بحول الله ونفس المقياس على معسكر وتلمسان يعني تقريبا أغلب المناطق الداخل للهضاب العليا ومنطقة الأوراس تتراوح إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم الأحد بين 38 إلى 46 درجة تحت الظل وأكيد دائما تبقى الكتلة الهوائية حارة متمركزة على المناطق الجنوبية والرياح ستكون ضمن تيارة جنوبية لجنوبية غربية راح تعمل على تسجيل درجة حرارة بجد مرتفع إن شاء الله خلال يوم الثنين ثلاثة إلى غاية يوم الأربعاء للإشارة تبقى نسبة الرطوبة جد عالية بالنسبة للمناطق الساحلية تصل خلال ظاهرتها اليوم إلى 45% خلال مساء اليوم تتعدى 50% وكذلك خلال صبيحة يوم الغد بحول الله مع التقس مشمس ومستقر يرتقى بأن تتشكل رعود منعزلة بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتسلي ممكن تكون مرفوقة بتساقط بعض الأمطار إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم الولايات الجنوبية تقس مشمس وجد حار مع تطاير كتيف لأزوابع الرملية بالنسبة لوسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري بالنسبة لبشار بن عباس غر داية زلفانة لمنيعة كذلك الوادي المغير وتقورد تصل إلى 45 درجة تتعدى دائما 49 درجة حتى خلال الأيام المقبلة بالنسبة لإنسال أدرار برج باجي مختار إنقزام إليزي جونات إناميناس تتعدى 46 درجة تحت الظل وولاية تمنرس تقارب 40 حتى الـ 44 درجة خلال الظاهرة اليوم وحتى إلى غاية يوم إن شاء الله الأربعاء فيما يخص مشاهدين توقعات حالة البحر سيكون هادئ إلى قليل الإثتراب على كافة السواحل الوطنية صورة الرياح لن تتعدى 30 كيلوبيتر في الساعة رؤية متوسطة علو الأمواج قارب أقل من المتر وحرارة بياها البحر تصل إلى 25 درجة على كافة السواحل الوطنية بحول الله إذن مشاهدين الكرام تقص حار بامتياز درجة حرار قصوى دائما فيما يخص الولايات الجنوبية وحتى على المناطق الداخلية السواحل الوطنية سمة التقصية نسبة الرطوبة العالية خلال نهار اليوم الأحد بحول الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع أحلام بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر